أبنائي وابنات، طلاب الصف الأول الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حقوقات مادة الكيمياء على منصتكم ومنصة البس المباشر. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نستكمل مع بعض الحوار اللي ميس حنان كانت بدائته الحصة اللي فاتت وهو الخواص الجامعية. طبعاً ميس حنان شرحت الموضوع بالتفصيل، هنبدأ زي ما هي وعدتكوا إن احنا نراجع عليه مرة كمان ونبدأ نتكلم عن الخواص الجامعية ونفهم إيه هو الخواص الجامعية. احنا قلنا إن الخواص الجامعية دي الخواص اللي هيختلف فيها المزيب النقي عن خواصه عند إذابة مادة صلبة غير متطيرة. طيب صح صح كده مع بعض. الخواص دي احنا اتفقنا إن هي ضغط بخاري درجة الغليان درجة التجمد. أنا عايز دلوقتي أعرف إيه هو السبب في اختلاف الخواص الجامعية. هقول بكل بساطة كده التركيب بتاع المزيب التركيب للمحلول هو السبب. يعني إيه التركيب للمحلول وتركيب للمزيب النقي. أولا أنا لو مسكنا المزيب النقي بيتكون من مجموعة من الجزائيات المترصة جنب بعضها. طيب ما هو المحلول برضو كده يا مصدر. بس استنى المحلول بيحتوي بداخله على مجموعة من جزائيات المزاب. مزاب مزاب في مزيب. طيب إيه اللي هيختلف وإيه اللي هيخلي خواص الضغط البخاري ودرجة الغليان والدجمد تختلف من المزيب للمحلول. نمشي واحدة واحدة كده مع بعض نقول. يوجد قوة ترابط ما بين الجزائيات المزيب وبعضها. زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي. وأيضا في حالة المحلول حيكون في قوة ترابط بين المزيب وبعضها. بس في حاجة هتزيد يا مصدر. إيه هي قوة ترابط بين الجزائيات المزيب والمزيب. طيب لو احنا كده ركزنا كده كويس مع بعض في الشكلين اللي قدامنا. هنلاقي إن مجموع قوة ترابط في المحلول أكبر بكتير من مجموع قوة الترابط في المزيب النقي. طيب المادة لو تحولت مثلا من حالة سائلة إلى حالة غازية أو حالة بخارية. في الحالة دي المزيب النقي حيكون أسهل في التحول. ليه؟ لأن مجموع الروابط بين جزائياته تمام أقل. أما المحلول حيكون أصعب علشان كده زي ما شفنا الحصة اللي فاتت لأينا إن درجة الغليان للمحلول أعلى. والضغط البخاري للمزيب هيكون أعلى لأنه أسهل إن هو يتحول من صورة سائلة إلى صورة غازية. يبقى أنا كده فهمت إيه هي الخواص الجمعية؟ إيه السبب في الخواص الجمعية؟ طيب نسترجع كده الكلام سريعا. أن الضغط البخاري هو الضغط الذي يؤثر به البخار على سطح السائل عندما يكون في حالة اتزان مع السائل داخل إناء مغلق. لو خدنا بلنا كده من الإناء اللي إدالنا الإناء اللي على الشمال ده إناء مغلق. ففي حالة أن المادة هتبدأ تتبخر حيبدأ يحصل ضغط بخاري ساعة ما يوصل لحالة اتزان. هنقول بقى الضغط البخاري الضغط الذي يؤثر به البخار على سطح السائل عندما يكون في حالة اتزان مع السائل داخل إناء مغلق عند درجة حرارة وضغط سابتين. وهنا اتفقنا للحصة اللي فاتت من العوامل اللي هتؤثر فيه الضغط درجة الحرارة إذا العلاقة مع درجة الحرارة وضغط البخاري علاقة طردية. ملاحظات هامة الضغط البخاري يتوقف على درجة الحرارة وعدد جسيمات المزاب. ونقف هنا شوية مع كلمة عدد جسيمات المزاب دي مهمة جدا نفهمها بمعنى. أنا لو رحت جبت دلوقتي إناء في محلول من الـ N-A-C-L, محلول من الـ C-A-C-L-2, محلول من الـ A-L-C-L-3, محلول من الـ A-L-2-S-O-4-B-3. أنا في الحالة دي قدامكم جبت تمام هجيب من المحليل دي تركيزات متساوية هأفترض معاكم إن أنا جبت واحد مول التركيز بتاعكم أحلول واحد مول مولر يبقى أنا الـ N-A-C-L والـ C-A-C-L-2 والـ A-L-3 والـ A-L-2-S-O-4-B-3 هجيب منها واحد مولر. ركز بقى معايا كده في الجزئية دي. هتقول لي إن أنا لو جينا نمسك الـ N-A-C-L-2 أول ما هيضوب في المية، هيبدأ يديني N-A موجب زائد C-L سالب. يبقى في الحالة دي يا ميستر، ركز معايا. أنا معادش معايا جسيم واحد لأت أصبح اثنين منفصلين. يبقى عدد الجسيمات اللي موجودة اثنين. ففي حالة الـ C-A-C-L-2 نجمع كده مع بعض. هيبقى مول من الـ C-A-B-2 زائد اثنين مول من الكولور. يبقى مجموحهم ثلاثة. الـ A-L-C-L-3 زي ما المسألت لنا الحصة اللي فاتت. هيدينا زائد ثلاثة C-A-L سالب. مجموحهم أربعة مول من الآيونات. ونفس الكلام هنا. 2-A-L موجب ثلاثة زائد ثلاثة S-O-Furse لب اثنين. مجموحهم كام؟ خمسة. إذن الضغط البخاري حيتوقف على درجة الحرارة وعدد الجسيمات. يعني ايه عدد الجسيمات؟ يعني الضغط البخاري للمزيب أكبر من الضغط البخاري للمحلول. طيب كل ما هيزيد عدد الجسيمات في المحلول كل ما هيقل الضغط البخاري. إذن الضغط البخاري للمحلول الـ N-S-L أكبر وأقل واحد اللي فيه عدد جسيمات كبيرة. يبقى نخلي بالنا قوي علشان. هنا في الحالة دي لو قال لي سؤال رتب من التركيزات الآتية حسب الضغط البخاري. حيانا عندي الـ N-A-S-L أقل من الس-S-L-2 أقل من الـ A-L-S-L-3 أقل من الـ A-L-2 S-O-4-B-3. طيب يا مستر ممكن تقول لي على مثال دي برضو. لو أنا عايز أعرف درجة الغلايان هقول لك درجة الغلايان العكس. يعني ايه العكس؟ حيكون أكبر مادة في درجة الغليال على طول هيكون عندنا الالتو اس او فور باي سري أكبر من الالسي الالسري أكبر من الالسي الالتو أكبر من الالاني ايه سي ال طيب أنا كده رتبتهم جميل هنا طيب اللي فوق كانت الضغط البخاري طيب لو أنا يا مستر حبيت أرتبهم زي ما اتفقنا قبل كده على حسب درجة التجمد هايبقى ايه في الحالة ديات على حسب درجة التجمد هنلاقي ان كل ما يزيد عدد المولاد تنخافض درجة التجمد إذن الالتو اس او فور باي سري هتكون أقل درجة التجمد من الالسي الالسري أقل درجة التجمد من السي ايه سي الالتو أقل من الاني ايه سي ال سؤال مهم جدا بيتقرر معنا كتير وبنشوفه كتير في الأسئلة الاختياري يقول لك الترتيب الصحيح حسب الضغط البخاري ولا درجة الغليان ودرجة التجمد للمحاليل التالية متساوية التركيز تمام يبقى اول نقطة عندنا دلوقتي مهمة جدا ناخد بالنا معي بالورقة والقلم ودون معي على طول كلما زاد الضغط البخاري للسائل كلما هزود درجة الحرارة هيزيد الضغط كان فيه مثال بسيط كده عندنا برات شاي في البيت برات الشاي ده اول ما بيبدأ يغلي بلاقي فيه صفارة بتطلع طيب انا لو خليته يغلي كده والضغط عمل الصفارة دي وروح تمهدي مقلل درجة الحرارة على طول هلاقي ان الضغط بيبدأ تمام صفارة تقل طيب لو عليت الصفارة بتزيد يبقى ايزا الضغط البخاري يتأثر بدرجة الحرارة باستمراء ارتفاع في درجة الحرارة يصبح ضغط مساويا للضغط الجوي متى يبدأ السائل في الغلايان تمام عندما يتساوى الضغط البخاري مع الضغط الجوي وتسمى بضغط نقطة الغلايان الطبيعية اذا تساوى درجة الغلايان السائل مع درجة غلايان الطبيعية كان السائل نقيا معايا كوباية مية وبدأت ان انا اغليها وغليت عندي 100 درجة مقوية اللي هي درجة غلايان المية على طول هقول الماء اللي عندي دي ناقش طب لو اختلفت يبقى مية غير ناقية اذا السؤال الاساسي عندنا في الدرس الضغط البخاري المحلول اقل من الضغط البخاري للمزيب تمام قوة تجازب زي ما اتفقنا في حالة المزيب والمزاب في المحلول تكون اكبر من قوة تجازب بين المزيب وبعضها وبالتالي حيقل عدد جزئات المزيب المعرضة للتبخر من سطح المحلول ثانيا درجة الغلايان في درجتين للسائلين هم من شوية طبيعية وهي الدرجة التي يتساوى عندها الضغط البخاري للسائل مع الضغط الجوي الدرجة المقاصة يتساوى عندها الضغط البخاري للسائل مع الضغط الواقع عليه إذا تساوى الدرجة الغلايان المقاصة مع الطبيعية كان السائل نقي يمكن نستدل على نقاء المواد من درجة الغلايان ملاحظات مهمة جدا أولا تضافت مزاب إلى مزيب تزيد درجة الغلايان اتفقنا كل بساطة لماذا درجة الغلايان المحلول أعلى من درجة المزيب؟ لأن القوة التي يجب التغلب عليها في حالة المحلول هي ما بين المزيب وبعضها والمزيب والمزاب مما يصعب عليها التحول من الصورة السائلة إلى الصورة الغازية فهيرفع درجة الغلايان مدى الارتفاع يتناسب ترضياً مع عدد الجسامات المزابة في المزيب وبتهالي ضربنا مثال من شوية مهم جداً جداً ناخد بالنا منه طيب في حتة هنا مهمة جداً برضو اللي هي لو هو جاب لمحلولين زي C6 H12 O6 أنا سمع واحد قال لي تمام يا أحمد تيه كده عبارة عن مين؟ زكر قال إيه؟ الجلوكوز أو زكر الفاركتوز وجاب لي محلول أن ACL ملح الطعام وقال لك مين في دولت حيكون أعلى في درجة الغلايان إذا علمت أنهما متساويين في التركيز هتقول لي لو أنا عندي واحد مول من السكر فهو لما هيدب في المية زي ما اتفقنا قبل كده ما بيتقينش ما بيتحولش إلى آيونات موجبة وآيونات سالبة حيفضل هيديني واحد مول من الآيونات أما لو أنا جبت واحد مول من الاني اي سي ال هلاقيه بيتفاكك إلى اني اي موجب و سي ال سالب يوبة اتنين مول من الآيونات وفي الحالة دي درجة غلايان محلول ملح طعام أعلى من درجة غلايان سكر الجلوكوز ثالثا درجة التجمد نفس الفكر عندنا ان احنا عند اضافة مزاب إلى مزيب حتقل لدرجة التجمد عكس ما بيحصل في درجة الغلايان انها بتزيد لان زي ما احنا شايفين المزيب النقي في قوة ترابط ما بينه وبين جزئاته لو ايجي المحلول هيبدأ تزيد قوة الترابط فهيمنع يتحول من صورة إلى أخرى من صورة سائلة إلى صورة صلبة ففي الحالة دي بتقل درجة تجمده طيب حبيبي عايزين نفرق ببين كلمتين بنشوفهم في الأسئلة اللي هم مين أقل درجة تجمد ومين أقل انخفاض في درجة التجمد صح صح كده معي أقل درجة تجمد وأكبر انخفاض وأقل انخفاض في درجة تجمد علشان ما يلعبش معي في الصياغة الأسئلة في الألفاظ طيب ناخد مثال عشان نفهم الحتة دي ناخد مثال اللي احنا لسه قيلينه من شوية على السكر وعلى ملح الطعام احنا عارفين ان السكر واحد مول ملح الطعام اتنين مول لو هم متساويين التركيز مثلا واحد مولر في الحالة دي مين أقل التجمد هتقول أن أقل تجمد اللي يحتوي على أكبر عدد من المولات الآيونات يبقى ملح الطعام على طول ان اسئل طيب من أقل انخفاض من أقل تأثير على درجة التجمد من اللي مش هيخفضها جامد يبقى في الحالة ديت أنا هاختار مين سكر يبقى ناخد بالنا من سياغة السؤال أقل درجة تجمد هتكون ملح الطعام أقل انخفاض في درجة التجمد هيكون السكر عكس السؤال لو قال لي أكبر انخفاض في درجة التجمد طبعا هنختار ملح الطعام طبعا في تطبيقات مهمة جدا جدا بنستفاد منها في الجزئية الخاصة بي الخواص الجامعية من ضمنها على الطرق الجالدية بيضاف ملح على الطريق بيجو كده قبل التجمد لما عارفين درجة الانخفاض هتنخفض بيبدأ يحط ملح على الطرق بحيث ان هو هيمنع تجمد المية درجة الحرارة هتنخفض لسلب واحد لا احنا هنخليها تتجمد عند سلب اتنين وسلب ثلاثة وسلب اربعة يبقى في الحالة دي مش هنوصل لها مش هيتجمد فعلى الطرق الجالدية يضاف الملح ليمنع تجمد الماء مما يمنع انزلاق السيارات فمهم جدا دي من التطبيقات اللي بندرسها على الخواص الجمعية مدى الانخفاض يتناسب ترديا مع عادة الجسيمات زي ما اتفقنا دلوقتي طيب نيجي بقى هنا جزء مهم جدا ومعايا بالورقة والقلم ونسجل المول الواحد من المزاب يقلل درجة تجمد اللتر من المية بمقدار سالب واحد وستة وتمانين من مية درجة سيليزيس يعني كل مول هيخفض الدرجة واحد وستة وتمانين من مية اذا درجة تجمد المية قبل اضافة المزاب هتقول لي الماء النقي مية درجة صفر درجة مقوية طيب لو انا حطيت عليه مزاب هنعمل ايه هنضرب عدد مولات الجسيمات في سالب واحد وستة وتمانين من مية نبدأ ناخد كده امثلة ونفهم الجزئين دي انا لو عندي لتر من المية وبدأنا ان انا احط فيه في كل مادة في كل لتر مثلا فيه اللتر الاول واحد مول من الان اي سي ال وفي التانية هنحط سكر السكروز او الجلوكوز او اي انواع السكر وفي التالت هنحط مول من السي اي سي ال تو ونبدأ نشوف اثر التجمد هتبدأ تقول لي اولا هتحسب عدد المولات الايونات وليس الجزئات ليس وحدات الصغة من المادة الان اي سي ال وحدة صيغة لانه مركب ايوني حيتفكك الى ان اي موجب زائد سي ال لسالب في الحالة دي انا معايا اتنين مول يبع عدد مولات الجسيمات اتنين في سالب واحد ستة وتمانين من مية الدرجة اللي هتطلع هي درجة تجمد محلول يحتوي على مول من الان اي سي ال في حالة السكر هتقول لا يا مصر لا ايه السكر جزئ تساهمي يزوب ولكنه لا يتأين فهيديني واحد مول يبع في الحالة دي واحد في سالب واحد ستة وتمانين من مية درجة طب في حالة سي ايه سي ال تو هيتفكك الى سي مجاب اتنين زائد تو سي ال سالب مجموحهم تلاتة مول اذا ثلاثة في سالب واحد ستة وتمانين من مية درجة يبع مهم جدا معايا بالورقة والقلم وسجل الملاحظات الصغيرة دي مهمة جدا ان كل مول بيخفض درجة تجمد اللتر بمقدار سالب واحد وستة وتمانين من مية سيلزيس ماذا يحدث عند زيادة تركيز محلول بالنسبة لدرجة تجمده اتفقنا يزداد مقدار الانخفاض تقل لدرجة التجمد بسبب زيادة عدد مولات الجزيمات او الايونات المزابة به مول من الجولوجوز زيما اتفقنا يجعل لتر من المية يتجمد عند السالب واحد ستة وتمانين تمام ممتاز لان يزود بتكوين روابط هيدروجينية ما بيكون ايونات مجابة و ايونات سالبة مول من كلوريدي السوديوم مركب ايوني يتأين يتفكك في الماء الى ايونات مجابة و ايونات سالبة يبقى زيان يجعل تجمد اتنين في سالب واحد ستة وتمانين اللي هي تلاتة و اتنين وسبعين في المية تحت الصفر سليزيس اما كلوريدي الكاليسيوم هو مركب ايوني تلاتة مول من الايونات زي ما قلنا من شوية وكتبنا النسيغة ن كولوريدي السوديوم و كولوريدي الكاليسيوم علشان كده كتبنا اتنين و تلاتة من الايونات علل الانخفاط في درجة تجمد داعف الانخفاط في درجة تجمد السكر بس لان مول من السكر يكون مول من الجزئة بينما مول من كولوريدي السوديوم هيكون اتنين مول من الايونات في المحلول وهو ما يؤدي الى مضاعفة الانخفاط في درجة التجمد كده احنا رجعنا مع بعض باستفادة لإيه ما عناه الخواص الجامعية. السبب في اختلاف الخواص الجامعية للمزيب والمحلول عن المزيب النقي المكون له. هنبدأ دلوقتي مع بعض نستكمل كلامنا في الدرس عن المعلقات. خدنا فكرة عنها في أول حصة في الباب. نبدأ ناخدها النهاردة المعلقات والغرويات باستفادة. المعلقات مخالية غير متجانسة إذا تركت لفترة زمانية كثيرة تترسب جزائتها لكبر حجمها. مخلوط غير متجانس ركز معايا غير موزع بطريقة منظمة. خواصه دمرة واحد يمكن رؤيات دقائقه بالعين المجردة. فاكر لما كنت بقول. فاكر لما كنت بقول لك أن زي مثال التباشير في المية. ديت من المعلقات. زي ما كنا بنقول لو أنا جبت شوية طراب في المية دي من المعلقات. بمزين نحط فيها سكر أو ملح لا يزوب يكون معلق. إذن يمكن فصل مكوناته بالترشيح. كل كتر دقيقة من دقيقة أكبر من ألف نانو متر. يا أستاذ أنا فاكر أنت كنت قلت المحلول تمام أقل من واحد نانو متر. بينما المعلق أكبر من ألف نانو متر. لذا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. حمثلاتها زي ما اتفقنا التباشير في المية. رمض في المية. السكر في البنزين والملح في البنزين. الغرويات. حالة وسط. حالة وسط ما بين المحليل والمعلقات. حالة وسط في كل شيء. حالة وسط يا مستر في أن دقيقة ما بين الواحد والألف نانو متر. حالة وسط المحلول. بنقول عليه تمام. يمكن ولا لا يمكن. لا يمكن رؤيته بالعين المجردة أو الميكروسكوب. المعلق يمكن رؤيته بالعين. إذن الغرويات حالة وسط. لا يمكن رؤيته بالعين. ولكن يمكن تمييز مكوناته باستخدام الميكروسكوب. إذن الغرويات هي مخلية غير متجنسة. ونحط بقى خط كده مهم جدا تحت كلمة متجنسة ظاهرين. بمعنى أنا الدمعيني شايفها شبه المعلول. الدمعيني مش قادر أميز ما بين مكوناتها وبعضها. مش هنقول مزاب ومزيب لأن مكونات الغروي ما هيش مزاب ومزيب. هنتعرف عليها بعد شوية. هنسميها صنف منتشر ووسط انتشار. ولكن أنا ما أقدرش أميزها بعين مجردة. ولكن هقدر أميزها بالميكروسكوب. علشان كده بنقول متجانسة ظاهرين. نكمل كده هلا مع بعض. خواصه. لا يمكن رؤية دقائق الغروي بنعين مجردة. ولكن ترى بالميكروسكوب زي ما اتفقنا. لا يمكن فصل مكوناته بالترشيح. صعبة جدا نفس المكوناته بالترشيح. قطر كل دقيقة من دقائق الغروي أكبر من الحقيقي وأكبر من المعلق. أكبر من واحد نانو متر وأقل من ألف نانو متر. المزيب ونقف هنا كده شوية. يسمى بالصنف المنتشر. بينما المزيب حيسمى بوسط الانتشار. يبقى أنا عندي هنا. المزيب يسمى بالصنف المنتشر. والمزيب حيسمى بوسط الانتشار. بنشوف سؤال بسيط كده يجي يقول في الغروي يقابل المزيب في المحلول بنقاط. يبقى تقوله أن المزيب في المحلول بنسميه صنف منتشر في الغروي. بينما المزيب في المحلول هنسميه وسط انتشار في الغروي. يبقى عشان نفهم يعني إيه كلمة يسمى بيه صنف المنتشر. يختلف شكله باختلاف تركيزه. وهنا بنبدأ نشوف التركيز بتاع المادة حيختلف تماما عندي. بمعنى لو أنا عندي جدنا كوبايتين نشوف كده مع بعض أن الغروي ممكن يأخذ شكل زي شكل الحليب اللبن. هيبقى في الحالة دي تركيزه خفيف. أما لو كان مركز حيبقى عامل زي سحلب تقيل وإحنا كده في الشطة اليومين دول بنعمل سحلب. يبقى أنا عندي هنا التركيز يؤثر على شكل الغروي. عند التخفيف يبدو رائق وصافي وعنده يكون مركز زي ما اتفقنا حيبقى شكله عامل زي شكل السحلب. طيب إحنا عايزين دلوقتي نتعرف على طرق تحضير الغرويات. الغرويات إحنا هنحضرها إزاي؟ في طريقتين مهمين جدا لتحضير الغرويات. طريقة الأولى اسمنا طريقة الانتشار. أقول لك يعني إيه طريقة الانتشار؟ لو أنا جد الوقت قلت لكوا عايزين نعمل مهلبية. هتقول لي يا مستر إحنا بنجيب النشا والنشا دي عبارة عن حبيبات صغيرة جدا مفتتة هنحطها في الماء. أنا عملنا إيه؟ تفتيت المادة إلى أجزاء صغيرة جدا في حجم الغروي. ثم تضاف إلى وسط الانتشار مع التقليب. في الحالة دي هيدا أكوّل غروي. ودي كده المثال الأول اللي هو طريقة الانتشار. أفتت ونضحها في قلب وسط الانتشار. أنا كده فتت مين؟ جميل أنا فتت الصنف المنتشر. طيب الطريقة الثانية التكاسف. أنا عندي حاجة تشبه للمحلول. المحلول يتم فيها تجميع الجزائرة إلى جزائمات أكبر مناسبة. هجمع الجزائات الصغيرة في جزائمات أكبر مناسبة عن طريق بعض العمليات مثل الأكسادة والاختزال. بمعنى جزائاتها هتكون في حجم المحلول أقل من 1 نانومتر. هنجرى عليها بعض العمليات زي الأكسادة والاختزال. زي الحلول المائي. هنجمع الجزائات الصغيرة دي في جزائات أكبر نسبيا. اللي هي هتقع ما بين الواحد والألف نانومتر. في الحالة دي على طول أنا كده كونت الغروي. يبقى طرق تكوين الغرويات عندي نوع. طريقة الانتشار. تفتيت الصنف المنتشر. قليبهم مع وسط الانتشار. طريقة التكاث. محلول. هنبدأ نجمع جزائات المزاب لغاية ما تكون لي الصنف المنتشر في المزيد. أنا هنا في صاهرة معي كوبايتين. كوباية زي كوباية مية. ماء وفيها سكر. دي محلول يا مستر. وعندي كوباية لبن. وعايز أعرف مين فيهم محلول ومين فيهم غروي. أنا قلت إيه تاني؟ أنا معايا مية. بسكر. تمام؟ يبقى أنا عندي هنا ماء به سكر. يعني محلول. وعندي في الكوباية التانية لبن. يعني غروي. طب أنا مش عارف مين فيهم محلول ومين غربي وعايزين ندرس. الموضوع ده. قلت يمكن التفرقة ما بين المحلول والغروي بعيدا عن الميكروسكوب. بإيه؟ بظاهرة تندال. يعني إيه ظاهرة تندال؟ هنبدأ إن إحنا نمرر ضوء يسقط على الغروي والمحلول. طب إيه اللي هيحصل؟ هنلاقي إن في حالة المحلول ينفس في خط مستقيم. زي ما إحنا شايفين قدامنا مشي في خط مستقيم. أما في حالة الغروي إذن عملية تشتت. هو كان خط ضوء واحد حصله عملية تشتت أكتر من خط. ليه؟ لكبر النسبة بين دقائقه. لأن دقائقه كبيرا نسبيا. فلما تكون دقائقه كبيرا نسبيا ويجي الضوء حيحصل له عملية تشتت فيها. إذن يمكن التمييز ما بين المحليل والغرويات بطريقتين. واحد. ظاهر التندال أن الضوء يتشتت في الغروي. وباستخدام الميكروسكوب. تمام؟ يبقى كده قدرت أن أنا أميز ما بين المحلول والغروي. عدل النظام الغروي حالة وسط ده بين المحلول والمعلق. واتفقنا لكبر دقائق. الدقائق الغروي من واحد إلى ألف. بينما المحلول طبعا أقل من واحد والمعلق أكبر من ألف. دلوقتي عايزين زي ما صنفنا في أول حالة باب الثالث المحلول. عايزين نصنف النهاردة الغرويات تبعا للحالة الفيزيائية. هتقول لي يا مستر حالات المادة ثلاثة صلبة سائلة غازية. هنا هنصنف على حسب الصنف المنتشر ووسط الانتشار. نفترض أولا أن الصنف المنتشر هو غاز. وسط الانتشار غاز. لا يوجد نظام غروي غاز في غاز. لأن الغازات تختفي تماما في بعضها مكونا محلول. نركز أولا في الجزئية دي. لا يوجد وسط غاز في غاز. الدين. صنف منتشر غاز ووسط الانتشار سائل. الكريمة. زلال البيض المخفوق. لو جينا نعمل دلوقتي طبق بيت أملت. وبدأنا نحن نمسك معلقة ونبدأ بالمضرب. نخفق البيت. دي كده في الحالة دي عبارة عن غروي. صنف منتشر اللي هو غاز في وسط الانتشار اللي هو السائل. صلبة. وسط الانتشار وغاز. حلوة. الهلام المصنوعة من السكر. حلوة الهلام. يعبارة عن صنف منتشر غاز في وسط انتشار صلب. لو دخلنا على الصنف المنتشر سائل. سائل ووسط الانتشار غاز. الرزازي لئي رسولات. لو فاكرين وإحنا بندرب أمثلة للغرويات. قلنا اللبن الدم. قلنا من ضمن الأمثلة الإيروسولات. فرزاز الإيروسولات. نوع صنف منتشر سائل ووسط انتشار غاز. سائل وسائل عندنا الميونيز. مواد سائلة مختلطة ببعض. أما صنف منتشر سائل ووسط صلب جل الشعر. نركز قوي لأنه ممكن يسألني في أسئلة زي كده يجي يقول لي جل الشعر يحتوي على صنف منتشر نقط ووسط انتشار نقط. يبقى فرق من الصنف منتشر ومن وسط الانتشار. ندخل بقى على الصلب. وهنا مثالين. يا غاز ووسط انتشار. زي الغبار أو الطراب في الهواء. الهواء اللي هو كميته كبيرة ووسط الانتشار. الغبار والطراب في مواد صلبة. جزئاتها تقلقها جدا. لا ترى بالعين. نشايفها بعين المجردة. ولكن باستخدام الميكروسكوب نقدر نشوف جزئات الاترابة العالقة في الهواء. صلب وسائل. تهنات. الدم. الوسط سائل. ولكنه يحتوي على جزئات صلبة بداخل. اللبن. النشاة والمية. المية هي وسط الانتشار. النشاة الصلب هو الصنف المنتشر في وسط الانتشار. مهم جدا حبيبي. الجدول ده نتعرف عليه كويس جدا. جدول أنواع الغرويات تبعا للحالة الفيزيائية. اتفقنا علل. لا يوجد نظام غروي غاز في غاز. لأن الغازات تمتزج تماما مكونة. مخلوط متجانسة تسمى محليل. بينما الغروي مخلوط متجانس ظاهريا. أو مخلوط غير متجانس. عند طاقة الكابريتيد للهيدروجين. مع ثاني أكسيد الكابريت يتكون غروي بطريقة التكسيف. ليه؟ لأنه يتم تجميع زرات الكابريت في الماء بحجم دقائق الغرويات. فأبدأ أجمع زرات الكابريت بحجم دقائق الغرويات. ننتقل لفقرتنا الأساسية اللي معانا في نهاية كل حلقاتنا هي فقر وستانتج. الانخفاض في درجة تجمد المحلول. يتناسب نقط مع تركيز المحلول. الانخفاض في درجة التجمد. يتناسب إيه مع التركيز؟ كلما زاد التركيز. حيحصل إيه للانخفاض؟ أنا سامع واحد بيقول على طول ترضي. ليه قلت ترضي؟ علشان لأنه كلما زاد التركيز. التركيز صعبة تحول المادة من الصورة السئلة إلى الصورة الصلبة تحتاج لدرجة برودة أقل. فإذا ينخفض درجة التجمد. ننتقل لسؤال لبعده. أياً من المحلية القاتلية متساوية التركيز يكون الضغط البخاري هو الأقل. وهنا عايزين نشوف المواد دي عبارة عن إيه؟ الصيغة. ليها إيه؟ صيغة الكميئية عشان نعرف نجاو. حمد الأسيتيك. من المواد خدناها ضعيفة التأيون. كولوريد البوتاسيوم. كي سي إل. مادة تمت التأيون يا مصر. يعني تديني 2 مول ملايونات. كابريتات السوديوم. ن اي تو اس او فور. كوسفات السوديوم. ن اي س ري بي او فور. تركز بقى معايا وصح صح في اللي موجود قدامنا. أنا عندي التلات مواصل. أكيد المادة تمت التأيون. هيكون جزيئتها وأيونتها الجزيمات اللي بيها أكتر. إذن هنلغي على طول في تفكيرنا حمد الأسيتيك. هتقول لي كولوريد. البوتاسيوم. طبعا دي كده. هتكون أقل. كولوريد البوتاسيوم. 2 مول. كابريتات السوديوم. 3. فوسفات. 4. يبئزن. أقلهم. هو. برهم. محتد. لأنه هيخلي المادة صعبة. أنها تتحول. من صورة إلى صورة أخرى. يبئزن. هي الإجابة. لو طلب أعلى ضغط بخاري. هكون أقلهم في عدد من الأسيتيك. الإنخفاض في درجة تجمد محلول كولوريد الكاليسيوم. ما ليني يا ميسر رمزه. إيه. سي إيه. سي إيه. سي إيه. لتو. الإنخفاض في درجة تجمد محلول كولوريد السوديوم. سي إيه. لدي نفس التركيز. هتجوب إزاي. هتقول للسي إيه. سي إيه. يتفكك إلى ثلاثة مول. من الأيونات. مول سي إيه. زائد اتنين مول من السي إيه. السالب. بينما الان إيه سي إيه. هيتفكك إلى اتنين مول. مول من الان إيه. ومول من السي إيه. إذن. درجة تجمد لو إحنا جينا نضرب. كل مول في سالب واحد ستة وتمانين يبقى أكبر مرة ونصف على طول. مدى الانخفاض. أي من الآتي لا ينظر من الغرويات. دهنات. مصحوق لابن بطرة في مية. الدهنات. زرات الغبار في الهوى. مصحوق نطرات الكاليسيوم مادة تزوب في الماء. وتكون آيونات مجابة وآيونات سالبة. أنا كده جوبت على طول. مصحوق نطرات الكاليسيوم. أما اللبن. الدهنات. الغبار في الهوى. دي كلها من الأمثلة اللي إحنا لسه ذكرينها النقاردة. عن الغرويات. أما نطرات الكاليسيوم. هنقول هي عبارة عن محلول وليس غرويات. إن شاء الله. إحنا كده وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. انتظرونا إن شاء الله في الحصة القادمة. وحنعمل مراجعة على منهج شهر نوفمبر. اللي هو بيخص المول وحجم الغاز والصيغة الجزائية. هنبدأ نعمل عليه مراجعة كاملة وافية إن شاء الله في الحصة القادمة. كان معكم ميستر مين عطية وميستر حنان السيز. مع تمنياتنا بالتوفيق الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. اشتركوا في القناة